مباراة الشمس مباراة الشمس مباراة الشمس م sought مباراة الشمس مباراة الشمس مباراة الشمس الجهاز التب يشتغل معهم كويس قوي ولم كل الإصابات والحمد لله آخر حاجة عندنا مارين متولي ابتدت كدخل في التدريب بتاع الفريق وهي ابتدت واحدة واحدة وإحنا هنشتغل معها واحدة واحدة لحد ما ترجع لفورما بتاعتها بإذن الله الحمد لله طبعا إحنا بعد الفوز بالبطولة العربية أخدنا ممكن ثلاثة يام واحدة وابتدنا من بعدها يعني الجهزية إن شاء الله اللي تدوي اللي بطولة أفك فإن شاء الله يعني إحنا لغاية دلوقتي بنستعد قدامنا ماتش الشمس أول ماتش حنلعبه يوم سوعة عشر واحد يعني اعتبر فتة قويبة يعني إن شاء الله فإحنا بنجهز له وإن شاء الله بعدين حنكمل الدوي الثاني وحيكون فيه ماتش بارد وكاس واحدة وتلاتين فإحنا لغاية دلوقتي يعني كل اللي احنا مأكزين فيه الكاس والدوي وحنبتدي ما بين الماتشات دي بيكون في الجهزية للبطولة الأفكاية إن شاء الله اللي هنستغلها طبعا وإحنا علينا ضغط شوية يعني حتى من السنين الفتت يعني إحنا في ثلاث سنين حصدنا من 11 بطولة عشر بطولات فإذا ضغط علينا شوية إن إحنا الناس خدت فكر إن إحنا ماينفعش نخسر لكن طبعا يعني أي فرقة معرضة إن ممكن ممكن أي فرقة تخسر يعني إحنا فيه فرقة كتير بيتنفسنا فالحمد لله يعني إحنا كنا قدها وبنفوز وطبعا ده ضغط علينا إن إحنا نلعب كمان على أردنا وسط جمهورنا والناس كلها منتظر أن إحنا إن شاء الله نكسب يعني طبعا إحنا بعد بطولة بنقفل الصفحة دي وندخل إن شاء الله على الجديد فطبعا الفئة كلها يعني عرفة المسؤوليات إن إحنا السنة دي دخلنا مطشط مهمة جدا إذا كانت في الدواء أو في الكاس أو في أفروكيا وبالذات إن أفروكيا السنة دي عندنا فطبعا يعني الحمد لله إحنا كلنا على قدر المسؤولية وإن شاء الله نقدر نفوز إن شاء الله إحنا بعد البطولة عربية أخذنا أجهزة وسيطة تقريبا أروا 10 يام وبعد ذيها رجعنا بتدينا بتنجهز للبطولة أفريقية وفي نفس الوقت الدوري لأنها يبتدي في آخر الشهر عندنا مطش مهم مطش الشمس لها المنافس الأصلي لنا كمان أسبوع إن شاء الله إحنا بنحضره وفي نفس الوقت برضو بنبقى جهزين لأفريقيا إن شاء الله في الشهر ثلاثة إحنا متعودين يعني نحنا نركز في أي بطولة حنا بنلعب عشان إن شاء الله نأخذ أي بطولة حنا عايزينها مركزين جدا في البطولة أفريقية عشان إحنا فقد ناساً الفاتت وعايزين هي خصوصاً على أرضنا فعايزين نبقى مركزين فيها جدا في نفس الوقت إن شاء الله نبقى مركزين في الدوري حنا لسه الحمد لله يعني حنا الأول وإن شاء الله كيس برضو نفدر إحنا وغذينه اشتركوا في القناة